المساعدة الأجنبية المساعدة الأجنبية طبعا زوبعاتون في فين جهن أنا ما فهمتش مجموعة ديال الدول قدمت وطرحات إمكانية ديال المساعدة ديالها المغرب الله يجزيهم بخير وتم الشكر ديالهم سيدنا اللي ينصلوا في الخارجة الدائمة دياله وكان يشكل هاد الدول الصديقة على الدعم والمؤذرة ديالها طبعا المغرب كما كان قلو كما قلت في البداية بأنه عنده واحد جديدة في تدبير هاد الكوارث طبيعية احنا عشنا زلزال قبل السينات فكادير عشنا زلزال ديال حسيمة عشنا حرائق في الغابات نساوش غير المشياء اللي عم فيتراك ومشتوش في الشمال وشوقع عشنا الفيضانات كما كانت صبات اشتاء ورجعوا لي مغيكاش ديال الغرب او ضحياء الجديد وكانت واحد المشكلة كبيرة في المغرب عنده يعني تطور واحد الآليات ديال تدبير هاد مزيان هاد الاشي قلو راكم واحد جريبة واحد جريبة عنده أعطته واحد الرؤية على طريقة تدبير وطريقة سيئة بمعنى كين تقييم ديال الحاجيات شوف ديال ارضو البال اشتوش حرم الفيديوهات كي يقولك را بارك عنا من المكلة را كترتو عن الفرماجره غادي يخسر را كترتو عن هاد الناس بدوك يقولوا هاد الهدره هالي ما عاشتك شي صحيح ولا ماشي صحيح ولكن را سمعتوه بحالي بحالكم سمعتو هاد الشي اذا كان واحد تقييم ديال الحاجيات في تركيا في تركيا وقع المشكلة اللي المغرب تجنبه في تركيا جاءت المساعدة من كل البلاد وقع ذلك وقع ذلك عنق الزجاجة وعطت نتائج عكسية بحالات الشي دام اللي نقول ديال السياسيين هبط كل شي تمبق ويتبلوك على الطريق مالقوش المطارات من دوزوم مالقوش عبادلة من دوزوم الكابينوات المساعدة ولت واحد يعني اعطت نتائج ماشي ذلك شي كان كونتك فروديكتف المغرب كانت عنده تقييم الحاجيات وفي البداية نهضر على الإنقاذ الإخوة اللي جاوي ذوك اللي عندهم اللي يقلبوا الى آخير لأن خاصة نخرجو نعطقو الناس قبل أن نعطيه لواحد الماكلة ولا نقلب لها الخيمة خاصة بعدا نعطقوه بعدا يكون حي القلم اللي غادين نعطين الماكلة ولا غادين نعطين الخيمة إذا المغرب مشاب واحد المقاربة معينة مطرقها مقادة إلى آخير معاك من الأسف شفنا ردود فعلا هنا مبارسة ما فهمت هذا ما فهمت لأنه أنا أقول لكم فالشي واحد كي بيقدم واحد الدعم لواحد مساعدة وكي يخذ فيها ذاك الموقف ما فهمت لمساعدة معنى أنك تديرها بخلفية ما ديرها في سبيل الله ما ديرها بشي خلفية من الخلفيات ما ديرها بشي خلفية ما ديرها بشي خلفية ما ديرها بشي خلفية وشفنا فعلا إعلام صعور يعني كيف يهاجم في الصباح كي نشوف واحد الفيديو فمراكش فرنسي فرنسي سوا يقول الوقت لا سيفتنا ولا خلصنا عشرا يقول عالتاني فرنسي كي يصور كي يقول لكم صورة معبرة قنوات فرنسية في جمع الفنا كي يقولون هاجم عالفنا الحياة فيها رجعة عادية فين غادين؟ الواحد الصور طيح منه واحد نص مترو ولكاميرا غادين ذاك الصور يعني كي يصورونا بأنه جمع الفنا كله على ذاك نص مترو اللي طيح كله يعني كتبلك نوايا اللي ماشي ذاك شي حاجة ما ما ركباش ثم ثم الطامة الكبرى هذي ما فهمناهاش وأننا كنشوفوه الرئيس الفرنسي يخاطب المغاربة لا هدا 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 أول خروج على اللياقة خروج على الأعراف الديبلوماسية انا انا الرئيس الفرنسي بيتوغير انا كندعيه يقلب لا هدا رفليكسيون شوفها بجهة أخرى ويشوف شي واحد كي يخاطب الفرنسيين كي يقول لهم شاغ فرنسيز شاغ فرنسيز كي يدر معهم ويهدي يهدي سمح ليه يوبي تدر معشي يحذر عندك كتضق في الباب مشي كادشي كتقضك كتوقفش ترجم مشي تدر مع مع الشاب تسمح ليه ما قبلناهاش وبقبلوهاش لمغاربة وما يمكنني قبل احده شي واحد لان احنا حدكيا يجب ان يتعاملوا معنا باحترام كي يقولوا كي يقولون الناس الكبار كي يموضدار وتدر مع موضدار ولعطينا التسع والعربية لذلك 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 انا شخصيا ما فهمتش هذا السعار اللي قاسهم ما فش عشي بغو يكبروا هاد شي دول اخرى عرضات اعانات ديالها منها امريكا منها دول اخرى وما اخذاش الموقف بالحساسية اللي اخذوا هاد الناس اذا كي نخل فيها مورا هادا من ديشي تفسير اخرى